نستأنف حديثنا مع سورة البقرة من جدال بني إسرائيل ومواقع من القرآن الكريم من إفحام لهم وذلك قول الله جل وعلا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته وجبريل وميكائل فإن الله عدو للكافرين إلى آخر الآيات ذكر الإمام أبو جعفر الطبر رحمه الله سبب نزول هذه الآيات وذلك أن الله جل وعلا حينما أفحم اليهود مما سبق الحديث عنه من الآيات المحكمات البينات مما تبين من فضح بني إسرائيل وما وقع بقلوبهم من عبادة العجل وأشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم إلى غير ذلك من المصائب والمعاصي التي ادعوا أنها محض الإيمان قل بي سما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين فبيّن الحق جل وعلا أن اليهود لم يكونوا لا على شريعة موسى ولا على شريعة عيسى ولا على شريعة محمد عليه الصلاة والسلام ولهم فعلا تبعوا ما أنزل إليهم وإنما كفروا بما أنزل إليهم كما كفروا بما أنزل إلى محمد عليه الصلاة والسلام فلما لم تبقى بين أيديهم حجة يتشبثون بها ما بقي لهم شيء أرادوا أن يتحايلوا وأن يخادعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة أخرى اسلوب اليهود هو هذا عبر تاريخ حينما تضيق بهم السبل يلجأون إلى الحيل فقالوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام هذا الذي ذكره طبري في سبب النزول بسنده قالوا له أخبرنا من يتنزل عليك من الملائكة حتى ننظر في أمرنا يعني كأنه نوع من الأسلوب المرجي يعني كي يخليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتأمل ويأمل أنهم بحل بدوك يرتابوا ممكن يأمنوا أو ما بدوك يسولوا عن الملك الذي تنزل بهذا القرآن على رسول الله عليه الصلاة والسلام بعسى أن يؤمنوا ما بقوش كي يجدلوا الآن في مبدأ النبوة ديال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بحل التحول كأنهم أقروا ضمنا وهم يقروا صراحة كأنهم أقروا ضمنا بنبوة رسول الله ضمنا لا صراحة فصاروا يسألون من يتنزل عليك بهذا الأمر من من الملائكة يكون هذا الملك اللي يجيب لك هذا الوحي فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا بصدق وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قال جبريل وهم داروا غير حلة يريدون أن يعرفوا اسم هذا الملك وهم يعرفونه وكي يسولوا على وحد هذا عرفنا يعرفون من كان يتنزل على رسول الله بالقرآن فقالوا حينما سمعوا كلمة جبريل أو اسم جبريل قالوا هذا عدونا ينزلوا بالحرب والقتل والقتال لو أن الذي يتنزل عليك بهذا القرآن ميكائيل لا آمن لك لأنه يتنزل بالقطر والرحمة ميكائيل يجيب مأمور يجيب شتاء قطر ماطر يعني والرحمة فلو أنه هذا الأمن ولك من جبريل سبحانا ما هذا شيء ما مسلكناش يعني يعني نوع من الخداع والحية الباردة السقيلة البليدة البليدة فعلا وهم على علم بل على يقين من أن الذي تنزل بالطوراة على موسى إنما هو جبريل كل الكتب وبدون استثناء طوراة والإنجيل والزابور وقبل ذلك صحف إبراهيم وبعد ذلك القرآن المنزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كل ذلك إنما كان يتنزل بها جبريل الروح الأمين هو أمين الوحي رب العالمين حينما يقضي بقدره وأمره أن يبعث رسولا من البشر فإن جبريل هو الذي يتكلف بهذه المهمة مهمة التنزيل تنزيل الصحف وتنزيل الكتب من عند الله جل وعلا قالوا بأن جبريل عدوهم فأنزل الله جل وعلا قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يده وهدى وبشرى للمؤمنين هذه الآية تحمل أسرارا كثيرة جدا وحكما بالغة قبل أن نعمد إلى بيان ما قيل فيها وما أورده الإمام الطبري رحمه الله نقف مع قضية ها هنا في هذه الآيات هذه نفسها والتي بعدها قل من كان عدو لجبريل والتي بعدها قل من كان عدو لله وملائكته قضية الملائكة الإيمان بالملائكة من أهم الحكم في جعل الإيمان بالملائكة ركنا من أركان الإيمان ستة أركان الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكاته وكتبه ورسوله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وحلوه ومره يعني الإيمان بالملائكة ليس سهل شوف سبحان الله يعني الملائكة جزء من عالم الغيب جزء من عالم الغيب وعالم الغيب ذكرت فيه أشياء في كتاب الله ولم تجعل أركانا حالش مثلا الجن الجن يعني مقرر في كتاب الله في غير ما آية بل الله عز وجل جعل صورة الجن صورة كاملة حول الجن قلوا احيى إلي أنه استمعنا وفروا من الجن إلى آخر الآية فالجن تومع عنصور غيبي وكائن جنس وفيهم المؤمنون والكافرون والقاصطون ومؤمرون باتباع الأنبياء من البشر إلى غير ذلك مما هو معروف في قضية الجن ومع ذلك رب العالمين ما دارهمش ما دارهمش ركر من أركان الإيمان مع أنه طبعا الذي أنكار الجن يكفر بإنكاره مناش من جهة أنه أنكار قطعيا من القرآن الكريم لأن القرآن صرح بهم صريح لا يقبلوا تأويلا فإنكار الجن إنكار لبعض القرآن ومن أنكار بعض القرآن فهو كافر لكن الإيمان بالملائكة جعله الله ركنا مستقلا يعني الإيمان بالقرآن دخل في الإيمان بالكتب أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه أجعل الملائكة ركنا يعني أصل من أصول الإيمان مستقل كالإيمان بالرسول تماما أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله يعني هذه عناصر مستقلة فالإيمان إذن بالملائكة أسمع من الإيمان بالجن ومن كثير من العناصر الغيب موجودة عناصر كثيرة في الغيب لكن الله سأعطى قيمة كبرى لهذا العنصر الإيماني وجعله ركن حال أركال الإسلام أركال الإسلام ما فيش في الأركال الإسلام فقط يعني غير كونها واجبات فقط هي واجبات وزيادة كأن عدد دي الواجبات واجبات ما تذكراتش في أركال الإسلام بينما الله عز وجل جعل أركال الإسلام هي واجبات ولكن أصول أصول واجبات أن تشهد لا إله إلى الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتوتي الزكاة وتصوم رمضان وتحفل في البيت يعني الأصول السواري لقيم معلم الإسلام هم هذا لأنه كانت واجبات كثيرة من الواجبات العينية والواجبات الكفائية المعروفة من غير هذا لكن هذا كانت تسمى الأسوس لالواجبات كلها والأصول التي تتفرع عنها الواجبات والمنذوبات والمحرمات أيضا بانفهم المخالفة كذلك أركال الإيمان أركال الإيمان هي الأصول الكبيرة ديال الإيمان وديال العقيدة الإسلامية من أهم الأسرار والحكم في الإيمان بالملائكة أن الله جل وعلا وقد جعلهم عنصرا هاما من عناصر الغيب أو كال إليهم مهام عندهم واحد الوظائف ومهام كالتعلق بنحن البشر بينما الجن الوظائف ديالهم بعدها لنا ما يدخلوا في سوقنا ما يدخلوا في سوقهم إلا إذا حصلوا ضربون من تعدي الظلم أما يعني لا علاقة بيننا وبينهم إلا أننا نسلم بوجودهم من خلال القرآن الكريم الملائكة لا الملائكة عندنا احتكاك بهم يومي فأولاً الملاكة هو الذي ينفخ الروح في ابن آدم حينما يكون في بطن أمه في الأربعين يوم الثالثة ثم ينفخ فيه الروح الملاكة هو الذي يقبيض الروح حينما يموت الإنسان الملاكة هو الذي يكتب الحسنة والسيئة عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد من الملائكة وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد من الملائكة الملائكة هي التي تحيط الإنسان وتحفظه من أمر الله إن كل نفس لما عليها حافظ الملائكة هي التي تصحاب الزاكرة لله إنسان يريد أن يذكر الله تعالى كل ملائكة تصحبه تبعه من بدء خروجه من منزله من ليس خروج من باب الدرس إذا ذكرت الله بدعاء الخروج كيتب عكملك يلهمك الصواب والخير والرشد حتى تعود إلى بيتك يعني الملائكة عايشين مع الإنسان متلبسين بالإنسان تلبس يومي يتعقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويلتقون في صلاة الفجري ولذلك قال عليه الصلاة والسلام وقرأوا إن شئتم قول الله جل وعلا وقرآن الفجري إن قرآن الفجري كان مشهودا أي تشهاده الملائكة كتحضر فيه الملائكة ثم قبل ذلك وبعد ذلك الملائكة رسل الله إلى بني آدم يعني الله عز وجل حينما يرسل الرسل تكون الواسطة بين الله وعباده من البشر رسل رسلاً آخرين من الملائكة طبعاً وعلى رأسهم جبريل عليه الصلاة والسلام فإذا الإيمان بالملائكة مشيء تأمن بهم لأنهم كينين أحتى الجن كينين ومن غير الجن من الخلائق التي لا يعلم حقيقتها إلا الذي خلقها من الكائنات المغيبة يعني في الأرض تحت الأرض فوق الأرض في السماوات لا ندري مشي كل شيء الإنسان بالضرورة كيعرفو ولا أحد يستطيع أن يصادر الغيب يقول ما كين في الخلق غير هذا شيء لا أعلم الله عز وجل أوسع وأعظم من أن يحاط به قلت إذن من أهم الأشياء في الإيمان بالملائكة ليس من حيث هو جينس موجود ولكن من حيث أنه عندهم وظيفة هذا هو السر في الإيمان بالملائكة عندهم وظيفة عندهم واحد لخدمة وقبل أن نتكلم عن الخدمة هذه للملائكة نرجع نضربه واحد مثال آخر وهو الإيمان برسول الله بل بالرسول عليهم الصلاة والسلام الإيمان بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مشيه وزعمة أمن به بأنه كان موجود أي تؤمن بوجوده هذا ليس بإيمان حتى اليهود ما كين كروش سيدنا محمد أنه كان موجود رمى التحور معه اليهود أنصار والماجوس كل البشر كيعرفوا بأن سيدنا محمد كان كان موجود في تاريخ ولد فيه عام الفيل وتوفيه في سنة كذا إلى آخر معروف يعني السيرة ديانه كلها مشعورة ولي ينكرها أحد ذا ليهود ولا نصار ما كين كروش بأن سيدنا محمد خض غزوة أحد وغزوة بدر والأحزاب والخندق وقال لهود قال المشريكين وفتح كذا وكذا إلى آخر شي ما كين كروش فهم لا ينكرون وجوده فإذا الإيمان بوجوده يعني هذا تحصل حاصد وإنما نؤمن بصفته كان أمن بصفة دياله وهي كونه رسول الله هسر في مكين فلذلك الفرق بيننا وبين الكفار أنهم لا يؤمنون بأن محمدا رسول الله يؤمنون بأن محمدا بن عبد الله هديك أمن بها أما نحن المسلمين فنؤمن بأنهم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك إذن الوظيفة هي المهمة في وجود الأشياء قيمت شيء فوظيفته أشكيدير فقيمة الملائكة بما وظفوا فيه وبما كلفوا به من التنزيل أو التنزل بالوحي وبالقيام بمهام متابعة الخلق من بني آدم أمرا من الله وإذنا منه سبحانه جل وعلا وأشرف مهمة عند الملائكة هي مهمة التنزل بالكتاب ولذلك أعظم ملك كاين هو سيد نجري ولذلك وصفه الله وسمه الروح الأمين نزل به الروح الأمين عليه الصلاة والسلام فكان أمنه إذن بالملائكة باعتبرهم كي قموا بوظائف وهذا الوظائف عندها صفات أيضا هي وظائف واحدة المهام مشغال من بنها وعلى رأسها وعلى قمتها أنهم هم المؤتمنون على وحي الله عبر السماوات حتى الأرض مؤتمنون على وحي الله يهبطوه وينزلو به بأمانة وبقوة بقوة من يقدر الشيطان يقرب لهم أو يزيد فيه أو ينقص فيه لا يستطيعوا الشيطان أي إبليس من الأبريس أن يتغلب على ملك من الملائكة أو أن يشوش عليه أبدا هم عليه أقوي يا أمنا قلت وجبريل كان ذلك الملاك القوي الأمين عليه الصلاة والسلام فإذن هذا الشيط يصل به واحدة النتيجة وهو يعني ما هو صريح الكتاب السنة وهو ما أمرهم ما عندهم مش معصية ما كيعرفوهاش ويفعلون ما يمرون الطاعة الكاملة التامة المثال يفطعوا التنفيذ كين عند الملائكة فهذا والإيمان بالملائكة نؤمن بالملائكة أولا أنهم يعني رسول الله جل وعلا ومكلفون بما كلفهم الله به ثم هم أمناء أقوياء على ما أنيط بهم من أعمال الأمانة التامة لما تسمع الملائك يعني تعرف بأنه الأمانة الكاملة ما كين نسواس ما كين خناس ما كين شيطان لا يقربهم شيء من ذلك ولا يستطيع فالملاك قوي بالله جل وعلا أمين بما فطره الله عليه من الأمانة التصور دي المسلم حول الملائكة لا ينبغي أن تشوبه شائبة ولذلك الشيطان الذي يوسوس للناس عبر التاريخ المذاهب والفرق وهل الضلال كيف يبدو يتوهموا الملائكة أنهم يمكن يغلطوا يمكن يديروا إلى آخره كأولئك الزنادق الذين قالوا قبلوا في التاريخ إن جبريل حينما نزل بالرسالة أخطأ فبدل أن يتنزل بها على قلب عليين تنزل بها على قلب محمد وهذه من أضل طوائف الشيعة الروافد من أخبث الفرق جبريل لا يغلط وإلا هذا كفر انتهى نقطار كفر لأنه كفرون بصفات ثابتة من صفات الملائكة والعصمة عندما يأخذوا الشك في الملك بأنه معصوم يرى لا يختار الإيمان يرى يشهد لا يلل محمد رسول الله ويغتسل ويدخل الإسلام من جديد لأن هذا روكر لا يوجد شيء سهل لا يوجد لعب لا يوجد لحق تزيد دورة نقص الخطأ فيه يعني غير مسموح به غير مسموح به باتاعة أنك تخطأ في حق الملائكة لأنه ربي يدل روكنا لكي يحمي هذا الإيمان يحمي هذا العنصر لا يوجد بالتلعب فجعله روكنا من أركان الإيمان بالتواتر أن تؤمن بالله وملائكته لكي يقع تلعب في مصدر الرسالة لأنه لدخلك الشكير ونومين في مصدر الرسالة تحجم تقدر دراف الدين لكي يتقع الطمأنين والسكين التام في أن هذا القرآن قد جاء من عند الله كما هو الآن ولا حرف زيد ولا حرف زيد ولا يستطع أحد أن يزيد فيه ولا أن ينقص لأنه طرق اللي جاب طرق دي الكمال الأمان والقوة من عند الملائكة عند الرسول ثم نقل من عند الرسول الناس بالتواتر الذي يستحيل أن يقع فيه الخطأ والكذب يعني الألاف دي الصحاب ووليد القرآن والألاف المؤلف من التبعين ثم بعد ذلك الملايين من الأمة الإسلامية نقلوا القرآن الكريم حفظا وكتابة إلى العالم مستحيل عقلا مستحيل عقلا أن يقع فيه الخطأ زيادة أو نقصان بشوف الخريف فعلا دي العقائد دي العقائد دي العقائد اللي يقول كلاواه القرآن فيه شي صوار محدوفة وفيه شي شي آيات مقلوبة وكذا دي خورافات خورافات لا يقبل العقل المجرد العقل بلاد يكون عنده عقل جي بيهودي ولا نصراني ويكون يعني حييد له لهوا نفرضوه أنه إنسان يعني كي ينصر فيه يكذرش حييد لهوا ويقول له واحد اكتر يتنقل بهذا الطريق هكذا يجدين هالطرق دياله ديال النقل هاش دهر لك ممكن يقع فيه الغلط بالعقل دياله غير يقولك مستحيل يدخلو الغلط أو يدخلو الزيادة أو النقصان أو مستحيل يدخلو التحريف أعظم وثيقة وثيقة مقطوع بنسبتها إلى الله جل وعلا ثابتت وبقيت المدة المعلومة في الأرض من يوم نزول جبريل به على قلب محمد عليه الصلاة إلى يوم النسي هذا إنما هو القرآن والقرآن وحده كيش حش أخرى ولا السنة ولا السنة عند هذه القيمة هذه لأن سنة رسول الله عليه الصلاة إنما نقلت في البداية شفاها ما تكتبت شقا كتبت شقا أذين رسول الله بكتابة صحيفة عمر العاص وصحيفة فولان ما حال هي هذه الصحيفة مجلد ورقة رقعة من جيل دين ورقعة أخرى من جيل ثلاثة أربع الورقات والباقي كله نقل شفاها الآلاف دي الأحادي التروث بالشفوي بمعنى أن الحديث في أغلب أحواله نقل بالمعنى وليس باللفظ ونعضو العلماء فعلا فرجوا الصحيح من الضعيف من الحسن وتبت التبت وضعفوا الضعيف ولذلك كين الحديث الصحيح والحديث الضعيف موجود القرآن ما فيش القرآن الصحيح والقرآن الضعيف والقرآن الحسن كله لا أقول صحيح لا فوق صحيح متواتر مقطوع به يقين يقين كون الليل ليلا وكون النهار نهارا لا يشك فيه الأعمى ولا البصير فكذلك القرآن الكريم ولهذا كلها العناصر سبحان الله العظيم اللي عندها علاقة باش يوصل كلام الله للناس كلها العناصر اللي عندها علاقة باش يوصل كلام الله للناس دالها الله تعالى من أركا الإيمان باش ما تبقاش حجة الحمد البشر رسولا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول بما أن الملائكة طريق مهمة من طرق نقل القرآن الكريم جعل ربي الإيمان بهم روكن من أركا الإيمان ما جعلهم شي داخلين في عموم القرآن لأنه ممكن ما يديرهم شي يعني من حيث المنطق العام ممكن يعني ما يديرهم شي روكن ولكن قولوا الدراح اللي كفر بالملائكة را كفر علاش را كفر علاش لأنه وكنين في القرآن مذكرين في القرآن لا ما كفيش ذكرهم في القرآن وزاد من فوق هذا جعلهم روكن من أركا الإيمان لأن بالفهم الحقيقي والإيمان الحقيقي الموقع الملائكة من الكون والموقع الملائكة من الدين بهذا المنطق هذا باش كان آمنوا بالقرآن براصه فإذا دخل الإنسان شكون في حقيقة الملائكة دخلوا وشكوا بعد ذلك في كل القرآن الكريم بل في كل الدين في كل الدين ولهذا كيبان الآن الجريمة الكبرى دي الليهود لما قالوا جبريل عدونا آه مع من كانت لعبوه هذا جبريل ما لك إذن كافروا وانتهى وسيصرح القرآن بذلك تصرح قل من كان عدو لجبريلا فإنه نزله يعني أي أن جبريل نزل ماذا القرآن هدك هو ضمير يعود على القرآن الكريم فإنه نزله أي جبريل نزل القرآن يعني قالوا ليه من يتنزل عليك بهذا القرآن رأى القرآن مذكر سبب النزل والضمير الآن يعني القرآن فيه الإجاز البليغ الذي لا يستطيعه أحد طبعا إنه إنه فهم من الصيق مصدق لما بين إليه وهدى وبشرى للمؤمنين الكلام واضح جدا أنه عن القرآن هو الذي يعني فيه هذه الصفات فإن الله هو الذي آذن لجبريل بأن يتنزل بالقرآن المشيز عمى جبريل ومن دويها رسول أخذ القرآن ونزل به أو تنزل به على قلب رسول الله لكن لا طبعا إذا كنتم أنتم يا معشر اليهودي أو أي وحد يشك في الملائكة أو يعادي الملائكة قل من كان عدو لجبريل فإنه فإنه نزله على قلبك بإذن الله فإن هذا الملائك الذي تعادونه جبريل قد نزل القرآن وتنزل به على قلبك يا محمد عليه الصلاة والسلام لكن الرسول هو ما هو إلا مرسول بإذن الله هذه العبارة بإذن الله بشكيبيل لليهود ولغيرهم بأن الملائك يعني رأى تأثير دياله منعدم بتاتا في قضية أنه يعني يختار يجي في هذا الوقت أو غير هذا الوقت أو أنه يجي هو أو اللي يجي غيره وش يعني الملائكة هي اللي كانت تخير الله تعالى قال له منزل القرآن سبحانه وتعالى عن ذلك علوم كبيرة ويتخير الملائكة يقول لي نزل أبدا الملائكة تؤمر فتجيب والله جل وعلا هو الذي يقدر من من الملائكة يقوم بهذه الوظيفة أو تلك وأو كان تنزل بالوحي بإرادته جل وعلا إلى جبريل عليه الصلاة والسلام ولذلك بإذن الله ماشي من راسه وليس بإرادته وليس باختياره لا خيار لا هو الاختيار بل هو مجبار مأمور مأمور بأن يتنزل بالقرآن الكريم فجبريل إنما ينفذ أمر رب الكون إذن تملك تعاديوا جبريل في الحقيقة ما كتعاديوا شي جبريل كتعاديوني أنا يعني جل وعلا رب العالمين وإنما ما بغيتش تقولوا أنيشان خجوا لها وقود وقلوا إحنا ما بغيناش نأمنوا بهذا القرآن لأنه نزل عليك إنتا إحنا ما قابلينك شي وهذا يعني كلام واضح جدا لأنه يعني يرفض أمر الله جل وعلا قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبيك بإذن الله ماشي من خاطر ولا من رسوله باشي انتجيت عدي جبريل بل هو مأمور لا حول له ولا قوة مأمور هذه طبيعة الملائكة مصدقا لما بين يديه هذا القرآن الذي تعادونه وتعادون من نزل عليه ومن تنزل به هذا القرآن مصدقا أي جاء على حال وحاله أنه مصدق لما بين ذه أي من الكتب السابقة على رأسها التوراة والإنجيل طبعا مصدقا لما بين يديه ما يجلش نقطع الصلاة مع اليهود في اختراء لا كيقول بأن التوراة حق رأى كي اعترف بكم يا معشر اليهود وهذا من أقوى حجاج القرآن من أقوى حجاج القرآن أنه اعترف بالرسل كلهم وبالأديان السماوية التي يدينوا واحد في نهاية المطاف وبالكتب جميعا التوراة والإنجيل والزابور ما كيش دين عنده هذه الخاصية أبدا يعني أي دين في الأرض ما عنده هذه الخاصية واضح جدا أن اليهود لا يعترفون بالمسيح عيسى عليه السلام وأن النصارى لا يعترفون بمحمد عليه الصلاة والسلام وهكذا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يطلون الكتاب المؤمنون من المسلمين وحدهم يؤمنون بالرسل جميعا وبالكتب جميعا لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا جمعوا حقائق الإيمان جميعا وهذه من الخصائص هذه الدين اللي هو الإسلام ولذلك الغالبة مستقبلا وحاضرا إنما هي لهذا الدين لو أنه فعلا عالميا عالميا يتترك الحوار بحرية ويتكلم الدين بحرية لقهر الأرض جميعا بالمنطق القرآن منطق ذاتي قوي لم يحتاج لي دفع عليه الإسلام غلط لكيف أنه يدفع الإسلام الإسلام يدفع لي وعليك هذا واحد الغلط يمنون عليك الإسلام قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان يعني جايين كيتفخموا على سيدنا محمد أدو أعراب يقول له أشدر لك أحنا أمنا بك كان قوي والصف ديالك زيد الإيمان ديالك على رأسك رب العالمي يحتاج لك سبحانه وتعالى عن ذلك علوم كبيرة المشكلة في أن الناس من الكافرة المالدة يعني الشياطين الكبار ديال صناع القرار السياسي الضال الكبار ديال العالم يقومون بتشويش الإعلام والحيلول دون الخطاب الإسلامي من أن يصل إلى مواقعه آمنا مطمئنا رب العالمين في آية فيها من تحدي ما لاقي بلن العالمين به في قضية أن القرآن مؤثر بذاته وذلك قوله جل وعلا وإن أحد من المشركين استجارك فأجر حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منه ذلك بأن هم قومون لا يعلمون عجيب مشرك عدو الله من الفئة المحاربة المقاتلة المسلمين إلاج كيطلب الأمان وإن أحد من المشركين استجارك كيطلب الأمان فأجيره قبل منه الأمان ديله وحميه حميه لهدف واحد حتى يسمع كلام الله وما تفردش عليه الإيمان لا ما تفردش عليه الإيمان إسمع مهم إسمع فتقوم عليه الحجة ثم أبلغه ما منه وصلوا القبيلتهم عم من معزز مكرم ما تأديش ذلك بأنهم قوم لا يعلمون لا يعلمون طبيعة هذا الدين ولا يعلمون حقيقة القرآن ولذلك ما من أحد لم تتغير فطراته أي كافر الفطرات يلوه ما زل ما اغسرتش بقي بنادم ما زل ما قالش به ما هو حيوان بقي بنادم بقي فيه الآدمية يعني الفطرات يلوه سمع القرآن إلا وانبهر به طبي لأن المنطق الداخلي دي القرآن قوي لأن اللي نزل نزل اسميته القوي وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم علي رب العالمين تكلم مع سيدنا محمد يقول له القرآن لرا كي يجيك ما فيش اللب وما كيجيش منش جهة ضعيفة وإنك لا تلقى يعني القرآن كي يجيك يعني عن طريق تلقي انت يعني مش انتك تختار الوقت المناسبة بش يجيك القرآن لا القرآن يتنزل عليك في الوقت الذي يريد الله وفي المكان الذي يريد الله لا إرادة لك ولذلك فإنما أنت تتلقى هاي الحاجة جاء من اسمها كتلقى وإنك لتلقى القرآن من لدن لمصدر من شيء عليم سبحانه وتعالى حكيم عليم القرآن كله حكمة وحكمته حكمة بالغة قاهرة غالبة وصاحبه الذي تكلمره وهو الله جل وعلا عليم علم بما كان وعلم بما هو كائم وعلم بما سيكون وما فيه مما فيه مما لم استوعبه العقل البشري ما هو إلا فتنة وابتلاء ابتلاء لكن الغالب دياله أنه يعني مفهوم ولقد يصرنا القرآن للذكر فهل من مدكر لكن فيه آيات متشابهات وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغون فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تاويله وما يعلم تاويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو للباب أما للأقول والقلوب الوعية مملك عرفوا بأن هذا القرآن أقوى من أن يجادل أقوى من أن يحارب أقوى من أن يتطرق إليه الشك أو الإحتمال الشياطين عندهم واحد لأسلوب إبليسي يبدأت يتحور معك يقول إلا ما كان شيء ممن كان يوقع كثير في الأيام اللي كان الإلحاد منتشر في النهار كان الإلحاد موضع والبشار يعني غدي مع الموضع ما لسف كل مرة موضع يقول لك خلي القرآن جنب هذه حيلة إبليسية شيطانية هالكة لضع فيه هو يعني وضعي والحج القرآنية قوية قوية تقهر له قلبه يدير لك الحيلة يقول خلي القرآن جنب لما تخلي القرآن جنب تبدأ تتكلم معه بعقلك فإنك تتكلم معه بالنقص والأساليب الضعيفة لأن العقل مهما علاش أنه ناقص القرآن فيه المتانة فيه القوة يفضح المنافق ويفضح الكافر يتكلمون عن الدواخر الباطنة ديال قلب دياله شي غريب جدا يعني يطلع لك ما يطيح لك على البال القرآن ويجبدو ويحطو لك فوق الطبلاء ولذلك حينما يجادل أي شخصين ولو كان أطغى الطغاة عقلا وفكرا بالقرآن لا يملك إلا أن يكون من الخاضعين أو كي ينضفك ويقطع المحاورة والمجادلة ويرفض أن يسمع القرآن منطقه وحجته في نفسه كلهم الأنبياء أربي جل وعلا أعطاهم معجزة موسى نيدا سيدنا موسى أعطاها العصى وأعطاها الياد وأعطاها عداد تسع آيات سيدنا عصى أعطاها الشفاء إبراء الأكماء وإبراء الأبرص وإحياء الموتى ويخلقه من طين لكه يأتي الطير ثم ينفقه فيه فيكون طائرا بإذن الله إلى غير ذلك سيدنا محمد أعطاها القرآن الكريم أعطاها القرآن فقضى بذلك على كل ما قبله والمعجزات الجانبية التبعية لا أصلية تبعية اللي جات مع سيدنا محمد يعني كنبعي الماء بين أصابعي عليه الصلاة والسلام إنما كما قال المحققون معجزات خاصة كانت لا علاقة بذلك الزمن فقط وبالذين حضروا الواقعتها غير ذلك اللي يحضروا لأن هذه المعجزات في أغلبها لم تنقل بالتواتر نقلتها أخبار الأحد وفي بعض الأحيان أخبار ضعيفة بعض الأحيان بينما القرآن بقي معجزة خالدة إلى الآن يحاجج كبار الفلاسفة والمفكرين في العالم وسبح الله وسبح الله بقي الآن كان نشوفه ناس غوال في الفكر يعني الغول غول غول في الفكر والفلسفة يعني يقوله أمره في كثير من الأحيان إلى أن يسلم بهذا الدين وغير معقول باش يكون هذه الدين في الخرافة هتجي بحروجي قارضي مثلا جبار ديال جبار ديال الفلسفة الماركسية في فرنسا في آخر حياته يفضي من ذلك كله يقولهم الإسلام وغيره كثير كثير من المثقفين معروفين من ألمانيا وغيرهم 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 فلذلك مستحيل يكون هذا القرآن عنده منطق داخل مرتبك أو ضعيف ويؤمن به أمثال هؤلاء أبدا أبدا القرآن قوتف ذاته وهذا الذي يرهب العالمين من الطغاة والظالمين والفسق والفاجرة لمقلقهم ومخصر لهم الرحاة يلوهم أن القرآن قوي بذاته تمنونوا أن هذا القرآن كالأنجيل محرف وذلك نظروا خرجوا هذا الفرقان الحق هذا الهتوف طبعوا شي كتاب يعني شي شي شياطين ما نعرف من سوب القيلة الأمريكيين أو الاستؤدري على كل النسبة منها كذا تقول الصحفة ولكن في نهاية المطاف هو كلام يريد أن يخليطها عن الناس دينهم ولا يفلحون ضيعوا الفلوس في الخاوي لن يفلحوا أبدا أن القرآن عنده نسيج دياله ومشي ديال الأرض القرآن معدن من خارج الكوكب الأرضي ولذلك ما يمكنش تحاربوا بالأساليب الأرضية ما تخدمش معاك استعمل الحياة الأرضية الأساليب وسائل تدمير كل هالأرضية لن تجدي نفعل مع القرآن الكريم لأن القرآن الكريم جاي من آفاق عليا ما من تميش عنصر لا ينتمي للمدار الأرضي ولا للفلك الأرضي ولا للسماء الدنيا كلها جاء اللي هي يعني سد وحد العقل البشري العقل البشري حده بطن السماء الدنيا الأفلاق النجوم المجرات هنا الفكر المعاصر كيدور أما ما فوق السماء فلا علم له به بل لا يؤمنون به أصلا كي أمنوا شما بشي حاجة اسمه بل منطق اللي عندنا في القرآن كيعرفوا شما كي أمنوا شبيع هذا القرآن جاء من فوق سبع سماوات من عند حكيم عليم جل وعلا فلهذا إذن أرب العالمين حينما أنزل القرآن أمن له مسالكه وطرقه وعلى رأسها الملائكة لأن الملائكة على يدهم داز في المرحلة اللولة أنزله الله جل وعلا عبر الملك جبريل من السماء السابعة من عند الله جل وعلا مباشرة إلى سماء الدنيا جملة كامل نزل في الليلة وحيدة السماء الدنيا وهي ليلة القدري إن أنزلناه في ليلة مباركة إن أنزلناه في ليلة القدر نزل سماء الدنيا إلى بيت العزة في سماء الدنيا ثم جعل يتنزل به مرة أخرى جبريل بإذن الله على قلب محمد عليه الصلاة والسلام على حسب الحاجة لما يحتاج الناس لشيئة كينزلها الله سبحانه وتعالى من السماء الدنيا للأرض ومن الأشياء العجيبة والغريبة أن القرآن تتبع وقائع الناس كلهم تنزل تنزل على وقائع وقعت كذا كتنزل آية وقعت كذا كتنزل آية كي يقولوا له كلمة كتجيهم آية هم عدب قالوا قل لي ناش كلهم نزل عليك من الملائكة قالوا من جبريل فقالوا قولتهم ذلك عدونا فنزلت الآية قل من كان عدو لجبريل وذلك شي رأى تكلم به الله قبل ذلك منذ الأزال من القدم موجود القرآن وفي هذا شي شيء عجيب لأنه كينتامي هذا القرآن إلى علم الله وعلم الله غير حاديث علم الله تعالى ما شيء عاد تكون ولا تكون في زمان سبحانه وتعالى عن ذلك علون كبيرة علم الله أزلي ما عندوش البدية دياله وآبدي ما عندوش النهاية دياله لا يضل ربي ولا ينسى سبحانه وتعالى ما اتلف لا احتهاج ما ينسى احتشي حاج سبحانه ولذلك اسميت الله كلمة الجلال التي تتضمن ما تتضمن من جميع الأسماء الحسنى والصفات العلاء اللي هي صفات الكمال الجلال والقوة والجبروت ولذلك فعل الإنسان حينما يتعنت ويجابه الأنبياء أو يجابه الملائكة هكي قم واحد الخطار كبير جدا لأنه في حقيقة الأمر إنما يعلن الحرب على رب الكون ولهود كانوا أجهل الناس بالله أجهل الناس بالله هم اليهود وما قدر الله ققدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات ومطويات بيمينه هذه لأنهم يعني جعلوا لله جل وعلا تشبيها بخلقه سبحانه وتعالى قول من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله أي أن جبريل تكلف بمهمة التنزيل ونزل القرآن الكريم بإذن الله على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام عندنا جوجل عبارة هنا مفاتيح كما الكلمات المفاتيح العبارة اللولى تنزيل فإنه نزله ولذلك من أسماء دي القرآن أنه تنزيل تنزيل ثم على قلبك أي أن القرآن حينما نزل نزل على قلب رسول الله أولا كلمة تنزيل هذه كتشير ذلك المعنى الذي ذكرناه قبل قليل وهي أن هذا القرآن عنصر خارجي أنا هذه وحد العقلة العجيبة من العجائب وغريبة من الغرائب يعني عندنا الآن وثيقة لا تنتمي إلى الأرض ما هي دي الأرض جي من عالم ما وراء الأرض أو كما يعبرون ما وراء الطبيعة طبيعة المادية من عالم الغيب رسالة جات من عالم الغيب من عندي ربي الملك والملكوت وموجودة عند بندم هذا كنز كنز وأي كنز ولذلك الكافر لما ربي تعالى كيبغي سبحانه وتعلي يهديه ويجعله يكتشف القرآن كيوقع له انبهار انبهار وسبحان الله رضي من اللي كي تصب ما كيعرفش العربية يعني كيعيش واحد لمأساات مأساات لأنه كيعرف وتصوروا تصوروا هذا الحقيقة أنه كيعرف هذا كلام الله ولكن ما كيعرف شي قراء وما عندوش وسيلة بشي قراء وما عندوش قدرة بشي فهموه لا يقرأوه إلا مترجما وعمر الترجمة ما تعطي المعنى هي الترجمة معروفة العلماء الترجمة الآن أي نص علمي ولا أدبي الترجمة مستحيلة ما كي ناش ترجمة لا وجودة لها إطلاقا يستحيل ترجمة الكلمات أي لغة من اللغات الطبيعية الموجودة يعني لأن اللغة شنو هي أي لغة هذا بحتى العمية حتى الدرجة اللغة هي تعبير بزرد الملابسة عندها ولكن العمق دي اللغة هو تعبير على الإحساس عندي إحساس كنعبر عليه وعبرت عليه بواحد الكلام معين لما تجي انت وتترجموه ما عمر هذه الترجمة ما تعطي الإحساس ديلي أنا لأن الكلمات عندها ذوق نفسي من لي تكلمت أنا أو أنت تكلمت راني اخترت الكلمات ديلي بواحد شكلها شعوري يعني ماشي راني كان بدنا نتكلف ونقول هذه الكلمة لايقادي وانايقاش لا بشكل تلقائي كان اختار الكلمات ديلي بشكل لا شعوري للتعبير عن معاني وهذاك الاختيار عنده واحد العلاقة كبيرة بالحياة ديلي وبالثقافة ديلي وبالوضعية أو التاريخ النفسي ديلي وديلك الكلمات وعلى اختب هذه الكلمات هذه الكلمات بالضبط تجي انت وتترجمها وتبدل لي كلمة يعني بلاست كلمة صافي خسر المعنى يعني كان نقلو في الترجمات كان نقلو المعنى العام أما الإحساس فيستحيل نقله هذا يتعلق بالكلام البشري فما بالك بكلام الله من ذا قدير على الإحاطة بمقاصد القرآن حتى يزعم أنه ترجم القرآن رأى الترجمات في القرآن مشغل مستحيلة فوق مستحيلة له وإنما هو تقريب تقريب لا أقل ولا أكثر أو إن شئت فقل تفسير تفسير يعني ضرب من ضروب التفسير ففعلا حقيقة يعني الإنسان إذا كان أعجميا لا يحسن العربية ووقع الإيمان بقلبه وشاهدناهم كيعيشوا مأساة مساكين ديالجال بالعربية وشفت ناس مساكين كيحضروا للدرس وهنا من في هذه المدينة هذه عجم يعني مرة فرنسويين مرة قلزة كيحضروا مساكين الدروس ما عندهم شي كلمة وحدة في العربية ولكن مونسين أن هذا الكلام ديالله هذه التونسية ديالهم فشوفوا المأساة ديالنا نحن اللي كان عارفون العربية ونعارفون قرأوا بالقرآن بالخاطر مرتاح كتقرأ ما مكلف ما متعوب وأغلب لمقاصد القرآن يربيت على مكنك منها ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ومع ذلك مع الأسف نهجروا كتاب الله جل وعلا هذه حقق مصيبة أصيبت بهذه الأمة من هنا إذن نعود إلى ما نتحدث فيه من أن التنزيل راه سر من أسر منزل عنصر خارجي فرى واحد لاحتفال كبير خاص القلوب ديالنا تحتفل بهذا القرآن لماذا لأنه عنصر مشي ديال الأرض ديال رب الأرض أرساله إلى أهل الأرض فإنه نزله الله جل وعلا نزل جبريل وجبريل تنزل بالقرآن الكريم ونزله على قلب رسول الله عليه الصلاة فخص الإنسان يستحضر دائما وهو يقرأ هذا القرآن أنه في واحد الوقت من التاريخ هذا القرآن شق السماوات مشي السماء السماوات وفتحت المعارج يعني نطورت ديالسماء المعاري طرق السيارة من عند رب العزاء الأرض وعرج خلالها وعبرها الملاك جبريل القوي الأمين ينزل بالكتاب بأجنحته ستمائة رأيت جبريل في الحديث صحيح له ستمائة جناح وأجنحته طبعا من نور لأنه خلق من نور ما تخيل شيء الريش والمسايل من نور ينزل بالقرآن بقوة وبأمانة بشي جيل عند سيدنا محمد وبعد ذلك يشع به النور المحمدي العالمي فين غير تحط القرآن تحط في صندوق ما تحط شايف صندوق توراة تحط في صندوق في تابوت وكان في الوح وقال الوح سيدنا محمد ما كان عنده الوح ولا وراق وإنما كان يكتب القرآن وأول ما يكتب على صحيفة قلبه عليه الصلاة والسلام فالأمة إذن تملك كنزا سمينا فعلا تملك كنزا سمينا هذا المتنزلي عليها وهي أيضا تملكه باعتباره قرآنا مضمونا وثيقة مقطوعا بها فإذن القرآن كتب أول ما كتب على قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث صحيح سأحاول بيانه وشرحه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كي يحكي حينما بدأ بالوحي أول مرة يجي الوحي فإقرأ قصة فأخذني فضمني أو فغتني احتبلغ مني الجهدو ثم أرسلني فقال لي اقرأ فقلت ما أنا بيقارئ اللولا والتانية اقرأ ما أنا بيقارئ اقرأ ما أنا بيقارئ ثم قال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم سيدنا محمد يحكي عليه الصلاة والسلام يعني حينما ودعه جريل وفارقه وقد ألقى في روعه هذه الكلمات قال فكأنما كتبك كتب في قلبي أو في صدري أو كما قال عليه الصلاة والسلام يعني مش هدك شيء اركبه في القلب دي ربحة لا تكتب الله تعالى كأنما كتبه في قلبه قل من كان عدو لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله القرآن تطبع التطبع على قلب سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أولا كاملا طبعا منجما آية آية حتى اكتمل أمره وكان جبريل عليه الصلاة والسلام كما تعلمون يدارس القرآن كل ليلة من رمضان حتى كانت ما سميه في تاريخ دي القرآن بالعرضة الأخيرة التي حضرها عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما قال حضرت العرضة الأخيرة يعني سيدنا محمد كان يعارض كي عرض القرآن على سيدنا جبريل وسيدنا جبريل يعني كي ضربط له القرآن الكريم الله عز وجل ضامن أن يوسق هذا القرآن بقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي هذا إشارة بليغة إلى أن القرآن الكريم إنما ينفع صاحبه أنا ونتو لا أقول الله أخر إذا وقع من قلوبنا أولا انزل على القلب ديالك أي أنت تلقاه بقلبك كتعيش بالإحساس ديالك بالوجدان ديالك فإنه نزله على قلبك بإذن الله ولذلك قال في غير مآية بأن القلب هو محط الإيمان وما يدخل الإيمان في قلوبكم أم على قلوب نقفر لمن كان له قلب أو القصر وهو شهيد لا يفتأ القرآن يركز على القلب باعتباره باعتباره محط الإيمان محط الإيمان قد يفهم العقل الحق ولا يفعل كيمكن العقل يفهم بأن هذا حق وما يديروش لأن القلب مغلق لهود ما كانش عندهم كما ذكرت من قبله ولو قليل من الشك في أن هذا رسول الله وفي أن هذا القرآن كلام الله العقل حاضر وعنده الجزم بأنه قرآن ما بغينش لأن القلوب مغلقة ولذلك رأى الله يستر كيمكن الإنسان تنزعلوا الإيمان من قلبه وخعق لورا فيق واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه سأل الله العافية والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل وعلا يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى فلذلك محورية القلب فالمسألة الدينية لا يجادل فيها مجادل أدرك حقيقة الخطاب القرآني القلب عنصر روحاني يقع بالصدري وماشي هو بالضرورة العضالة التي تضخ الدم من زمان قالوا العلماء القلب الذي يتحدث به أو عنه القرآن الكريم السنة نبوية له علاقة بهذا القلب ولكن ليس هو إياه ماشي هو هذا القلب حرفيا يعني لكن له علاقة به لأنه أول في صدر ولأن الجانب الروحي من الإنسان الذي عنده علاقة بالعواطف عنده علاقة فعل بهذا القلب هو الذي يخاف ويفزع هو الذي يفرح لإنقباض كل يعني الإنبساط كل ذلك يقع من القلب والإيمان الكفر والإقبال الإدبار كل ذلك موقعه القلب الروحاني النفساني وما يدخل الإيمان في قلوبكم إنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدر حدد مكانها ولكن مع ذلك رغم أنها في الصدر ما ينفيش البلك أنه مباشرة للأحمة العضلية هي في الصدر في الصدر ولكنها قلوب روحانية قد يكون أن هذه النفس التي نلبسها وتلبسنا تتلبسنا في كل موقع وعندها المركز ديالها اتهي في الصدر داخل القلب العضلي خارجه محيط به فوقه لا ندري هذاك غيب لا ندري لكن هذه حدود العلم البشري مما يمكن فهمه من كتاب الله ولا حق المؤمن أن يزيد شيئا على كتاب الله جل وعلا وعلى مصحة من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فلذلك رب العالمين يخاطب اليهود بما يعرفون بما يعرفون وكانوا كيف يفضحهم وكانوا كيعرفوا القرآن كما يعرفون أبناءهم واش كان يجي واحد اللي يتلفلوا ولدهم وراها كذا اليهود رام اللي جاء القرآن ما يتلفش ليهم بحال ولدوله ما تلفليش كذلك القرآن غير جاء عرفه لأنهم أعرف الناس بالوحي هم اليهود الكتاب عموما أعرف الناس بالوحي في زمان محمد عليه الصلاة والسلام هم اليهود يعرفون الوحي يعرفون طبيعته يعرفون كيف يكون فلما رأوا خصائص النبوة في رسول الله عرفوا أنه رسول الله وعرفوا أن هذا القرآن هو من قبيل التوراة كي شبه التوراة ومن قبيل الإنجيل لكنه ما أحب ذلك للأهواء للأهواء وللعقيدة العجلية التي ترصخت بقلوبهم فأعمتهم وأضلتهم ولذلك نختم ونخلص إلى خاتمة وهي أنه الذي يريد يستفيد من القرآن الكريم ما يغيبش على بلو أنه متنزل وأنه تنزيل ولابد أن يفتح هذه التانية ولابد أن يفتح باب صدره ليتذوق القلب مباشرة القرآن الكريم فالقلب إذا صاقر بالقرآن وتنور بالقرآن بدت له الحقائق الإيمانية في الكون وما صار له أدنى شك ولا ريد في أن أحيانه الحق حق وأن الباطل باطد وبذلك يصل إلى درجة الصديقية في الإيمان وما ذلك على الله بعزيز أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر